مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله استقرار على الأجواء يوم الثلاثاء وارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها بشكل واضح بانتظار المنخفض الجوي والكتلة الهوائية الباردة من أصل قطبي المصاحبة له والتي يبدأ تأثيرهما على المملكة يوم الأربعة فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريتج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري بايولاب وهذا طبعا واضح من صور الغيوم صور الغيوم بنلاحظ أنه كتلة الغيوم التي كانت مصاحب المنخفض الجوي الذي أثر على المملكة يوم الأثنين بدأت بالتلاشي والتحرك باتجاه الشرق والشمال الشرقي واعتبارا من ليلة الاثنين على الثلاثة تتناقص كميات الغيوم تدريجيا لا تكون حتى في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثة تقريبا كميات قليلة جدا من الغيوم تغطي سماء المملكة أما المناطق كيفية الهطول فبنلاحظ أنه ستبدأ أيضا كميات الهطول اعتبارا من ليلة الاثنين بالتناقص تدريجيا حتى تكون المملكة تقريبا أو ينقطع الهطول وتصبح الكميات الغيوم قليلة جدا وأحيانا معدومة وبالتالي لا يوجد هطول ليلة الاثنين على الثلاثة وأيضا يوم الثلاثة تكون الأجواء ما بين مشمسة تقريبا إلى غائمة جزئيا بانتظار يوم الأربعاء يوم الأربعاء حيث تتأثر المملكة بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة أو حول جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة من أصل قطبي يبدأ تأثيرهما على المملكة اعتبارا من صباح يوم الأربعاء لكن صباح يوم الأربعاء بيكون تأثيرهم على شكل اجتداد الرياح وانخفاض في درجات الحرارة وأيضا تكاثر الغيوم تدريجيا في المناطق الشمالية ويستسقط زخات رعدية من المطر في الشمال تمتد بعد ظهر يوم الأربعاء لتشمل تقريبا المناطق الوسطى والجنوبية من المملكة والهطولات تكون أيضا مصحوبة بالثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية الأربعاء مساء وليلة الأربعاء على الخميس الأمطار أو الهطولات بكافة أشكالها تشمل معظم مناطق المملكة وأقصد بالهطولات المطر في معظم مناطق المملكة لأن الأجواء ستكون يوم الأربعاء باردة وغائمة وماطرة في معظم أجزاء المملكة وتتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر على الأقل فوق مستوى سطح البحر وبستمر الأجواء يوم الخميس باردة وغائمة وماطرة وحتى ظهر يوم الخميس يستمر تساقط الثلوج بين الحين والآخر لكن التساقط أو الهطولات يوم الخميس بتكون أقل شدي وحدي من يوم الأربعاء يوم الجمعة أيضا تبقى الأجواء باردة وغائمة وماطرة لكن بشكل أخف وأيضا بتكون درجات الحرارة باردة الأحوال الجوية المتوقعة ليلة الاثنين على الثلاثاء أجواء باردة جدا درجات الحرارة متدنية حوالي واحد إلى صفر تقريبا حوالي الملموسة بتكون اثنين تحت الصفر إذن أجواء باردة جدا وهذا يؤدي إلى حدوث الإنجماد في بعض الأماكن المتواجدة فيها مياه أو بعض الثلوج على قمم الجبال العالية اللي لحد الآن أو من الآن درجة حرارتها قريبة من الصفر المياه أحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة يوم الثلاثة استقرار على الأجواء ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقاءها أقل من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة لأن معدل عظمى في مدينة عمان في مثل هذا الوقت من السنة هو 12 درجة مئوية نتوقع أن تصل لعظمى يوم الثلاثة إلى ثمانية الصغرى بحدود ثمان درجات الأربعة حيث تتأثر المملكة بالمنخفض الجوي والكتلة الهوائية الباردة من أصل قطبي تكون الأجواء يوم الأربعة باردة غائمة مواطرة وأيضا تتساقط الثلوج على المناطق أو المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن ثمانمائة متر فوق مستوى سطح البحر على الأقل يعني ممكن تحدث بعض الهطولات الثلجية على مرتفعات جبلية أقل من ثمانمائة متر وباستمر شدة أو ذروة الحال الجوية وذروة الهطولات ستكون من تقريبا بعد عصر يوم الأربعة وليلة الأربعة على الخميس وصباح يوم الخميس الخميس أيضا أجواء باردة غائمة مواطرة في معظم مناطق المملكة وتتساقط الثلوج أيضا على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن ثمانمائة متر عن مستوى سطح البحر التوصيات والتنبيهات أول شيء الانتباه من مخاطر تشكل السقيق ليلة الاثنين على الثلاثة بسبب درجات الحرارة المتدنية في مناطق تقريبا واسعة من المملكة خاصة مناطق البادية الأردنية الجنوبية والشرقية ومناطق المرتفعات الجبلية العالية وأيضا الحذر الشديد أثناء القيادة جرى حدوث الانجماد خاصة للطرق والأسطح المبتلة وأيضا الانتباه من مخاطر تشكل الضباب الذي يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية في كثير من المناطق خاصة مناطق المرتفعات الجبلية العالية أعزائي المشاهدين شكرا لمتابعتكم ومن طقس العرب لكم تحية النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شايل غزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريتج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري بايولاب